اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تخلق من خلاله فرصة وظيفية لها اولا ثم يتطور المشروع ليصبح مولدا لفرص العمل وقادرا على توفير منتجات وخدمات للسوق البحرينية وبما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني الذي يتطلع الى اسهامات اقتصادية مبرمجة ومدروسة ترفع من نسب مشاركة رائدات الاعمال وتضمن استدامة حضورهن في سوق العمل جاء ذلك خلال تكريم سموها الحائزات على امتياز الشرف لرائدة العمل البحرينية الشابة في دورتها الثالثة بمقر المجلس الاعلى للمرأة بالرفاعة ونوهت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الاعلى للمرأة باسهامات رائدات الاعمال البحرينيات في الاقتصاد الوطني وقدرتهن على اطلاق مشاريع ريادية مبتكرة مستدامة واسرارهن على مواجهة التحديات في طريق تنمية المشروع وتوسيعته وزيادة اثره الاقتصادي والوصول الى الاسواق العالمية وابراز اسم مملكة البحرين وما تحقق من مكتسبات نوعية للمرأة البحرينية في مختلف المحافل والمنصات العالمية معربة سموها عن تقدير المجلس الاعلى للمرأة لجميع المشاريع الريادية التي شاركت في الدورة الثالثة من هذه الجائزة وأوضحت سموها ان اطلاق الامتياز يأتي ايمانا من المجلس الاعلى للمرأة باهمية الدعم وتعزيز الكفاءة الشابة البحرينية في مجال ريادة الاعمال والوقوف على رؤية هذه الفئة وابراز جهودها ودورها في هذا المجال الحيوي الهام وذلك كمبادرة تشجيعية لدعم وتحفيز الشابات البحرينيات في مجال ريادة الاعمال وتكريمهن على المساهمة في خلق بيئة اقتصادية مساندة معربة سموها حفظها الله عن تقديرها لجميع الجهود الوطنية التي ساهمت في دعم هذه المبادرة منوهة بما يقوم به صندوق العمل تمكين من مبادرات وبرامج نوعية باعتبارها من المؤسسات الفريدة من نوعها على المستوى العالمي والتي تضم جميع خدمات دعم المرأة ومشاركتها في سوق العمل تحت سقف واحد كما أعربت سموها عن شكرها وتقديرها لأعضاء لجنة تحكيم الامتياز برئاسة الشيخ حصة بنت خليفة الخليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة والتي قادت العمل بكل تميز واقتدار وسلمت سموها امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة في دورتها الثالثة لكل من نهلا محمود المحمود صاحبة شركة لالا بيلا للتجارة وأمينة عبدالجبار العباسي صاحبة أمينة غالري وإيمة اسماعيل المنصوري صاحبة شركة إمباور للحلول والاستشارات وميسم حسن الناصر صاحبة شركة وانتوان للهندسة المعمارية هذا وكانت سعادة الأستاذة هالا الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة قد قدمت تعرضا موجزا نوهت من خلاله بالتقدم الذي أحرزته مبادرة امتياز الشرف لرائدة العمل البحرينية الشابة منذ إطلاقها في عام 2011 حيث زاد عدد المشاركات فيها بنسبة ثلاثمائة بالمئة كما تطورت نوعية المشروعات المشاركة من جانبه أكد سعادة الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين حرص تمكين على تعزيز الشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى مشيدا بسلامة ودقة توجهات المجلس بتلبية تطلعات المرأة البحرينية في مختلف المجالات الاقتصادية من خلال برامج دعم اقتصادي متنوعة كان التمكين على الدوام شريكا أساسيا فيها ترجمة نانسي قنقر طبعا جائزة امتياز رائدة العمل متميزة عبارة عن تقدير لأي امرأة بحرينية لأي رائدة عمل بحرينية ممكن أن هي تسعى دائما إلى أن هي تحصل على مثل هذا التقدير هذا التقدير ممكن يكون داعم لنا لأننا نكون مثال أعلى للكثير من الشابات البحرينيات على أساس أن هم يسعون لتطوير من نفسهم والحصول على مثل هذه الجائزة طبعا أنا فرحانة جدا بجائزة امتياز الشرف وأعتبرها ثقة أن عطيتني من صاحبة سمو الملكي الأميرة سبيتشا الخليفة ثقة نحاول أن نستمر ونحاول أن نبرز وجودنا في الساحة التجارية جائزة الامتياز تمثل ركيغنشن حق وين وصلنا كثير الواحد تاعه في الفترة اللي طافت والإنجاز اللي وصل له الجائزة هذه دائما بتكون حافز ودعم امتياز الشرف طبعا نحن محظوظين أن نحن قدرنا نحصل هذه الجائزة من ضمن أسماء متميزة في البحرين ومؤثرة جدا هالجائزة بتخلي علينا مسؤولية أكبر فاللي نقدمه وبعد أكيد بتمنحنا مصداقية بالنسبة حق الكاستومرز وثقة أي وقت أن نحن نقدم على مشروع أكبر أو مشروع جديد وأكيد أفتخر فيها ترجمة نانسي قنقر